اشتركوا في القناة 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 لا التأمل واجد ترى احنا رح ندش على العاب بداية يعني شلون شلون العاب بداية يعني كل اللي شفناه هذا وكل اللي تأكدنا من عنده هذي نقدر نسميها العاب بداية اي نعم هذي العاب بداية حق الجين يعني مع بداية الجين اوكي عطنا مثال انا بعطيك مثال شنو عندكم العاب قديمة على سبيل المثال اللي عنده مكتبة كولكشن والامر هذي يروح يطلع من مكتبة الكولكشن والالعاب القديمة اللي طلعت العاب اطلاق مع الجهاز علعاب اطلاق اخذهم حطهم شقلهم باي جهاز اي جهاز اي دعبة اطلاق عرفت تلقى الغرافيكس مالها اول مرة تشوف حياتك اوكي غرافيكس عجيب اللعبة ممتعة بس الحين اخذها وشقلها وحطها يعني على سبيل المثال اخذ برفب تارك زيرو اخذ اخذ كان ديمت اخذ باتلفيلد الجزء الثاني مودران كوباكت اخذ كالوف ديوتي الجزء الثاني اخذ العاب تشدي وحطهم عندك واجيب العاب نهاية الجيل مثل باتلفيلد فور كالوف ديوتي جوست جيب جيب يعني اي العاب جديدة وانزلت مؤخرا اخذهم وحطهم وحطهم على صوبك اللي سار وحط الالعاب اللي بدت مع جيل الاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3 حطهم على صوبك ليمي اوكي شقل لعبة كالوف ديوتي 2 حطها انزين لا لعبتو شوية واستانست وهذا بلع الدسك وحط دسك كالوف ديوتي جوست ولعب شوف شوف شنو الفرق فرق السمع نلقع ليش لان هذا كان بداي وهذا كان نهائي يعني فيه فرق بين البداي والنهائي يعني بداية الجيل جيل الاكس بوكس و بلاي ستيشن 3 ما كنا متوقعين من ذكاء الفيديو جيمز انه رح يوصل الذكاء عالي انك تشبك اونلاين انك تلعب العاب عالم مفتوح انه شفنا يعني العاب واجد شفنا حصريات قوية مثل جيرز وفور و the last of us و انشاردد و ديمون سولز و دارك سولز شفنا العاب واجد حتى على نيتندو وي شفنا العاب حلوة يعني ماري الجالكسي الوانة عجيبة شفنا شفنا العاب شفنا العاب حلوة وهو الشيء الاول والاخير المتع عندك ليهمك يعني صار داونغريد يعني الحين انت عسلت بالمثال شفت 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 رايز ورحت شفت جرافيكس يعني كلزون و شفتهم يعني كشيء بداية يعني كأول تريلر شفته وبعد شهرين ثلاثة شهور نزل رلك تريلر طلع مو مشابه او مو قريب عند اللي شفت التريلر الالطاف لا تعتمد ولا تحط امالك بشيء كبير ترى الامال هذي يمكن تخليك متاخذ للجهاز يمكن تغير وجهة نظرك عن الجهاز لا تأمن لا تأمن ترى حنى ببداية الجيل عرفت شون يعني حنى ببداية الجيل يعني راح تجيك مشاكل راح تصادفك مشاكل في بعض الالعاب راح يكون فيه فريزنج راح يكون ضرب حق الفريم ريت راح تكون فيه اشياء راح يكون فيه مشكلة بالالاين راح تكون مشاكل واجد لا تقعد تأمن او بتحط يعني تبني امالك مثل يعني واحد يقول من ربعي انا قاعد حات شي يقول انا صراحة صدمت صراحة انا شفت وراني يعني صوتين قلت ايه والله مختلف وانا ما ابي اشوف يعني المقارنات ما ابي اطالع المقارنات ما احب اشوف المقارنات خلاص شفت اللعبة بداية المعرض اجي امسكها العبها ابي استانس ابي العب ابي افضفض عن نفسي خلاص حنا لا محال داشين جيل قادم وغصبا علينا راح ناخذ كل الاجهزة راح ناخذ الـ Xbox راح ناخذ الـ Wii راح ناخذ البلاي ستيشن 4 كلنا راح ناخذ الاجهزة وبالأول والأخير هذه المصلحتنا الشخصية ان احنا نستمتع ونا لعب ونستانس بس كل الفكرة انكم لا تبنون امالكم على شيء تلاحوون يعني فرقات بسيطة او اختلافات كبيرة لا تحطوا لانه يمكن او صالحك هذا صار شيء يمكن ما ندري يعني كربا ضارة النافعة نقدر نقول تشذي نقدر يعني ما نقدر يعني نقول ها والله شركة الفلانية والله انا قولكم اذا بتكلمون اذا بتكلمون تكلموا نفسي انتقدوا سياسة شركة هتنتقدون الجهاز اول العاب انتقدوا سياستها اللي راح تضركم يعني في سياسة اطلع ضارتنا يعني انا مثل جهاز 3DS والنيتندو وي يو في سياسة ضارتني صراحة ما حبيتها اللي هي سياسة ان الريجين ذوك بالنيتندو هذا الشيء اللي محبة هذا الشيء اللي نرفزني بالنيتندو اتضايق من هذا الشيء النيتندو يعني المفروض ايواتة يعني يسوي شيء ولا ريجي يسوي شيء من الناحية هذه بمنها يعني قالوا انه خلاص الالعاب صارت كلها free region على الجهازين ويعني جهاز البلاي ستيشن والأكس بوكس وان خلاص صارت كلهم free region هذا المفروض اللي انتحج فيه انتقدوا مايكروسوفت على سياستها اللي يلغوها ديارم ليش تشذي ليش الموضوع هذا الشيء القصة هذي ليش انتقدوا سياسة الشركة أنا ما تشقل العاب نمالات يعني الأكس بوكس 160 والبلاي ستيشن 3 يعني ما فيه دعم حق الأجهزة القديمة انتقدوا هذا المفروض اللي انتحج فيه هذا المفروض انه يكون صالحنا ما نتكلم والله جرافيكس الأكس بوكس بلاي ستيشن أقوم من الأكس بوكس ب40 أربعين بالمية الأكس بوكس أقوم من مندري كام نيتندو الغرافيكس ما لها غرافيكس بلاي ستيشن 1 لا ما نتكلم احنا نبي الشيء لصالحنا نبي الشيء المتعتنا أردي عندنا تبي ألعاب ماريو تبي ألعاب زلدة تبي ألعاب مترويد فروح على نيتندو تبي ألعاب قود فور تبي ألعاب انتشاردد تبي كيلزون تبي The Order روح على البلاي ستيشن تبي Dead Rising 3 تبي تايتن فول تبي رايز تبي فورزا روح على الأكس بوكس ما حد قاضب رقبتك وقاعد لك تكلم وسو والأمور هذه هذا هو أردي كلنا رح نشتري الأجهزة ونستانس ونلعب ونستانس مع الشباب ونلعب مع الشباب هذا أهم شي ولكن تكلموا بالسياسة اللي تظرنا أهم شي السياسة اللي تظرنا نفس سياسة الDRM الريجن لوك يعني الأشياء الغبية اللي تطلع من الشركة يعني أوكي هذا الhome cancel خلص لازم نعيشه إن شاء الله اسمه Xbox One إن شاء الله اسمه Xbox Infinity إن شاء الله اسمه PlayStation 5 خلص هذا جيه المقادم لازم نتعايش ترى إحنا ما ندري عن الجهاز شنو قدرات الداخلية يعني ما ندري شنو الشركات مغبية من محركات من أمور من عدة خاصة حق جهاز البلاي ستيشن أو الإكس بوكس ما ندري ترى هذا اللي شفناه يمكن نشفناه شوية فعلا أنا لا أقول عن نفسي إن الجرافيكس قوي مهما كان لو كان فيه downgrade ولكن أنا قاعد انتظر أنا الحين قاعد استمتع ولعب ولكن قاعد انتظر أنظر الحدود أبعد شنو رح يقدم لنا الجيل القادم من أشياء جديدة أو شنو رح يعطينا من مشاكل جديدة هذا اللي أنا قاعد أتأمل فيه هذا يعني هذا هذا هذي نزعت من عندي بعد جيل الأكس بوكس 160 والبلاي ستيشن 3 أنا شفت كل زون 2005 كان والله الغرافيكس الواحد ما يقدر يتنفس صك اختناق مقوة الغرافيكس آخرت هطلع الغرافيكس شي ثاني صار downgrade وكل الشباب يقولولي لا عادي ترى نفس الغرافيكس أجيب أحط بينهم مقارنة أقول يا فلانتر الغرافيكس هذا غير الغرافيكس هذا غير لا عادي عادي ما في أنا أنا غلطان أني أجي أتناقش بالموضوع هذا أنا إنسان أبدأ مع علي نفسي أبدأ مع لي أن يلعب وسطانوس وأشارك باللي عندي هذه هي الفكرة طبعا ما أشارك والله الغرافيكس والله ما أدري شونا الأمور هذي أنا فان لا نيتندو ولا فان مايكروسوفت ولا فان سوني أنا فان فيديو جيمز بشكل عام أي شي ونسني أنا أحب فهذه رسالتي لكم يعني أتمنى أنكم تجاهلون الشي هذا أو يعني تأخذون فكرة عني غلط أنا يعني حاب أن أتكلم وبسط لكم الفكرة إحنا بالأول والأخير نبنستانس هذا أهم شي إن كنت تستانس أهم شي إن كنت تستمتع وتستانس من غير قيود من غير خرابيطة اللي تفرضها علينا الشركات أهم شي إن نحن نستانس ونلعب وننتظر كي شي جديد من الشركات الثالثة عموما إذا أعجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وحطوا رايك بالكومنت وخلوا باركم بعيد عن النقاشات والأمور هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته